اشتركوا في القناة توبة صادقة تمحي الزنوب لقول الله تعالى يعني الواحد لما يستغفر ويتوب بصدق بصدق قدام الله بيغفر له زنوبه سؤال نمرة اتنين هل يجوز ان اسبح لله سبحانه بدون وضوء وهل يجوز ان اردد الصلاة على محمد وقالي محمد بدون وضوء وهل يجوز ذكر الله سبحانه وذكر اهل البيت بدون وضوء حبيبة قلبي الوضوء بس للصلاة انما احنا منفضل الانسان يكون قاعد طول النهار على وضوء عشان خاطر يبقى عنده روحانية عالية انما دولة كلهم تقدر تعمليهم بدون وضوء عادي سؤال نمرة ثلاثة هل يمكنني ان استغفر الله سبعين مرة بعد انهاء ركعة الوتر في صلاة الليل من جلوس وليس اثناء الوقوف نعم يمكنك ذلك هو كل النوافل تقدر تصليهم وانت قاعدة او انت واقف على هوا قدرتك وعلى هوا صحتك وصلاة الوتر بتكون انت قاعدة او انت واقفة بصحتك يعني مش مجبورة فيها في الوقوف تقدر تصليها وانت قاعدة سؤال نمرة اربعة اذا عرفنا عن طريق اهل البيت القراءة الصحيحة للقرآن زي قوله تعالى ان هذا صراطه علي مستقيم فهل نقرأها كما في الكرآن او كما وردت عن اهل البيت لو بينك ومن نفسك اقريها كما وردت عن اهل البيت انما لو بتقريها في مجتمع تاني قدام العالم او مع ناس اقريها كما هي في المصحف لان ده امر من الامام اقرأوا كما جاء في مصحفكم حتى يخرج هو ان شاء الله سؤال رقم خمسة ما هو التفسير الباطني لهذه الاية من صورة الرعد ولتتحقق في زمن حكومة الامام المهدي عليه السلام مع تطور العلمي انذاك اللي هي ولو ان قرآن انسيرت به الجبال او قطعت به الارض او كل ما به الموتة بل الله الامر جميعا الكلام ده ايوه بيتحقق في زمن الامام المهدي عليه السلام اللي حيقدر يتحكم هو والمؤمنين اللي حطت ايده على رأسهم وكأكملت عقولهم حيقدر يتصرف على في الكون كله او على الطبيعة كلها بما هو عايز يعني بما يريد هذا كله يتحقق في زمن الامام المهدي ان شاء الله سؤال رقم ستة بتقول لماذا لم يشمل رسول الله صلى الله عليه وآله بناته زينب وام كلسوم ورقية في حديث الكساء ولا حتى حفيدته صلى الله عليه وآله وسلم حبيبة قلبي انت لسه مش فهمة ان رسول الله ما عندوش بنات ما عندوش بنات الا فاطمة فقط هدولا كانوا ولاد اختها لخديجة وكان بيربيهم لان ابوهم ميت كان بيتربوا عند خديجة في بيتها انما دولا مش بنات رسول الله بنته فقط فاطمة فاطمة وحفيدته زينب اللي انت بتتكلم عليها كانت لسه ما جاتش ماشي قلبي لازم نفهم القرآن بتاعنا او البرنامج بتاعنا كله صح رسول الله ما عندوش بنات انا عارفة انك انت يمكن اول مرة تسمعي الحكاية دي بس لازم تعرفي ان رسول الله ما كانش عنده ولا بنت ولا ولد غير فاطمة ولاده الاتنين جم وفرح بهم شوية وبعدين ماتوا ما عندوش غير فاطمة بس ماشي سؤال رقم سبعة بيقول انت قلتي الخمس حاليا مرفوع تقصدي حق الامام فقط ام كله وكمان بيسأل سؤال تاني نسمع علماء الفلك يحذرون من الخمس من الخمس سنوات القادمة من تغير المناخ وشحة المياه وانا اعتقد بان الله قادر على تغيير كل شيء بصراحة نحن في العراق في حالة يرسلها حتى الحيوانات تموت من العطش وكثير من الانهار والبحيرات جفت والناس لا تكترس ولا تقتصد يا ريت الدكتورة تبضحي هذا الموضوع لان في مسألة حياء وموت يا عبدالله الجواب يا عبدالله هذا من اقدار الله قبل الظهور قال ان الارض حيحصل فيها زي ما قلت بالظبط لا احد يستطيع ايقاف قدر الله بالنسبة للخمس اباحوا الامام الى شيعته لمساعدة انفسهم واقرباءهم اقرباءهم المحتاجين اما بالنسبة للحالة اللي انتم فيها في العراق اقولك ايه اقترب الفرج ان شاء الله ويتحقق باذن الله قول الله تعالى وبشر الصابرين سؤال رقم تمانية بيقول هل يوجد تكليف وعمل في زمن الامام المهدي تقصد بالتكليف اللي يعني صلاة وصيام وحج وكده مصبوط لازم نعم موجود تكليف حيكون وقت الامام طالما احنا على الارض يبقى هناك فيه تكليف فيه صلاة وفيه صيام وفيه حج طول ما انت قاعد على الارض انما لما توصل لعلم البرزخ هناك ما يقف التكليف ما فيش تكليف سؤال رقم تسعة هل الخرساني ينصر الامام المهدي المنتظر طبعا الجواب طبعا هينصره مقطع الخرساني لنصرة الشيعة هيكون ضد السوفياني الخرساني واليماني هيدخلوا في حرب ضد السوفياني هما الاتنين بينصروا اهل محمد وبعدين بتقول لي ممكن دليل اديك دليل ازاي انا يعني مش لما يطلع بنشوف الدليل يا امي كيف اديك دليل سؤال رقم عشرة بيقول ان بتقول موسى كان في ايده اثر حرق من الجمر والله شفاه وبعدين لقناه في القرآن بيقول له ادخل يدك في جيبك تخرج بيضاء وتقررت المسألة ليه بيقول له حط ايدك في جيبك انت الجواب حبتي انت فهم الموضوع غلط خالص هو موسى الجمر كان كان وهو طفل صغير جاي فرعون عشان يضربه قالت له اسيا حرم ده طفل لا يفهم بين التمر والجمر فاناول له حتة جمرة رح حطها على لسانه صار لسانه يقرد بالكلام انما ايده ملهاش حاجة انما هو ادخل يدك في جيبك تخرج بيضاء لان كان موسى اصمر شديد الصمرة فكان من ضمن المعجزات اللي ربنا علمه عليها انه يطلحها قدام فرعون انه مجرد يحط ايده في الصدر الجيب اللي هو فتحة الصدر يعني تحط يفتح ايدك كده تحطي ايدك في صدرك لتحت باطك تبقى دي الجيب فربنا قال له ادخل يدك في جيبك يعني حطها تحت تحت صدر تحت فتح تحت رقبتك كده عند فتحة صدرك وحطها بتطلع بيضاء من غير سوء وهو اصمر شديد الصمرة فدي كانت من ضمن المعجزات اللي ربنا اعطاه اياه لموسى مش قصة ان ايده او شفاه وتكررت لا 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 انت فهم القصة غلط اللي بيفهمي قصص الانبياء صح اريها من عند قصص الانبياء عند الشيعة يا امي السؤال رقم 11 ما معنى اعظم الناس حصرة من رأى ماله في ميزان غيره فادخله الله به النار وادخل وارسه الجنة يعني واحد بيجمع المال وبيحوشه وبخيل على نفسه وبخيل على اللي حواليه وما بيطلعش منه لا صدقة ولا زكاة ولا خمس طبعا الخمس مرفوع دلوقتي انما كان كتف على الفلوس مش عايز تحرك فيها ولا يصرفها مات فربنا ادخله النار ببخله وبعدم اطلاع الزكاة من المال وعدم تطهير ماله انما الوارس اخده زكة وتصدق وكان فيه وقت على وقت خمس دفع الخمس فادخله الله به الجنة السؤال رقم 12 ما معنى اذا اراد الله بعبد خيرا فقهه في الدين وبصره بعيوب نفسه واذا اراد له الهداية فلن يستطيع احد ان يضله طب لماذا يريد الخير لعباد محدودين وضلال للاخرين لا يا عمي انت فاهم الجواب الجواب هو انت فاهم الكلام غلط لان ربنا سبحانه وتعالى عنده الخلق كلهم عيال الله انما انت تخلقت في الدنيا مصير مش مخير يعني لا اخترت طولك ولا شكلك ولا لونك ولا البلد اللي انت فيها ولا مين هم امك وابوك واهلك ما اخترتش حاجة طلعت زي ما ربنا اراد لك طلعت فانت ملكش الاختيار هنا مصير ما تخترش انك تمرد ازاي تموت امتى تتجوز ازاي يكون عندك عيال قد ايدة كله كله بأمر الله انما داك الاختيار في الدين قالك دا طريق صح اسمه الطريق المستقيم ودا طريق غلط وعليك انك تختار فاذا لقاك عايز تختار طريق الدين هنا بيسددك وبيفقهك في الدين وبيعلمك وبيشدك وبيفتح مسامع قلبك لمعرفة الحقيقة واذا رأك باعد عن الدين في ضلال فبيسيبك في ضلالك لتاخد عقابك في يوم القيام السؤال رقم 13 بيقول لي ايه معنى الاية واحد واثنين وثلاثة من سورة الاحزاب انت تاني مرة تكتب لي الاية مش تسيبني انا لادور عليها التلات ايات دولا بيقولوا ايه يا ايها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين ان الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى اليك من ربك ان الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا هنا الكلام للرسول يعني بمعنى الكلام اليك واسمع يا جارة يعني كأنه بيوجه الكلام للرسول انه مقاصد بيه اللي حوالينا الرسول لان حوالينا الرسول كان جماعة كفر ومنافقين وعملين حالهم مسلمين وكانوا دايما يتكلموا كلام غلط بيحاولوا انهم يعني يخلوا الرسول يتبعهم ويسمع كلامهم فهنا ربنا عايزي فهمهم ان انتو حواليين محمد وانا شايفكم وعالم بكل اللي بتعملوه واتقي يعني هي يا أيها النبي اتقي الله ولا تطع الكافرين والمنافقين يعني عايزي يقولكم ان انتو اللي وقفين حواليه كافرين ومنافقين لان ربنا عليم وحكيم عالم انتو بتعملوه وحكيم يعني عارف ازاي يوقفكم عند حد اتبع ما يوحى اليك يا محمد ان الله كان بما تعملون خبيرة ربنا عارف نيتك وعارف نيتهم اللي حواليك توكل على الله وكفى بالله وكيلا ما تنعاش هم حاجة انا معاك وانا انك باعيوننا شايف انما بيقوله بس ايه اللي حواليك كافرين ومنافقين وبيحاولوا انهم يوقعوك بالكلام ويحاولوا انهم يوقعوك في افعالك ولكن الله علي وحكيم ما تخفش انت مع الله وتوكل على الله لان الله حرسك وحميك السؤال رقم 14 ما معنى فاذا قدية الصلاة فاذكروا الله قياما قعودا وعلى جنوبكم فاذا اطمئننتم فاقيموا الصلاة ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا وقودا الكلام ده بتكلم عليه كان وقت الحرب كان الحرب بيصلوا ازاي مجموعة تقوم تصلي وراء النبي ركعتين وترجع تقف وراء ترجع مجموعة تانية تقف تصلي صلاة الخوف هي صلاة الحرب فكان بيقولهم اذا خلاص صليتم اذا اذكروا الله قياما يعني اذا صليتوا الصلاة السريعة دي لصلاة الخوف اذكروا الله قياما وقعودا وانما انت قاعد اذكر الله في قيامك وفي قعودك وفي نومك وفي قعدتك وفي حركاتك اذكروا الله اذا اطمأننتم راحت الحرب وما فيش حرب خلاص ورجعتوا على بيوتكم فاقيموا الصلاة الحقيقية اللي هي نزلت بالزبط ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوطا يعني كل وقت عندك لازم تأديه بوقتك هو الوقت تذكروا ربنا في القرآن ثلاث مرات اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا دي الثلاث اوقات اللي ربنا طالبها مننا نقيم فيها الصلاة ولذلك احنا عندنا اخبرنا اهل البيت عليهم السلام ان ملك الموت بيدخل في كل بيت ما بيترك بيت لان تعرف دوله انوار متعددة يعني فبيدخل في كل بيت ووقت ما تكونوا قاعدين تتكلموا تبصوا تلاقي نفسكم سكدتوا مرة واحدة دي دخلة الملك ما ياخدش طرف ثانية يتفرج عليكم بس يشوف لان اللي بيصلي بيجي على وش علامة انه صلى هم اللي بيقروها بيعرفوها اللي ما بيصليش بيجي على وش علامة تارك الصلاة فهو بيطل عليكم نظرة خاطفة كده عشان يعرف مين فيكم اللي صلى ومين اللي ما صلاش ويقول لكم ان لي فيكم لعودة وعودة وعودة رقم 15 بيقول لي ان الله تعالى يقول ان اهل الجن حيعاقبوا بالنار في جهنم فهل الجن يعاقب ايضا بالنار نعم الجواب نعم الجن يعاقب في الدخول في جهنم لان النار اللي انت بتعرفها غير نار جهنم نار جهنم نار مميزة ومعاملة خصوصي لحرق اللي ربنا عايزين يحرقه وبعدين بتستعجب ليه ان الجن يتحرق بالنار وهو من النار تم احنا من تراب لو واحد حدفك بحجر مش بتتقلم وبتمجرح اه والحجر تراب الجن بيدخل في النار بيحرق بالنار